الحمد لله الذي يختص برحمته من يشاء اصطفى من خلقه حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واصطفى أزمانا وأماكنا بإرادته السابقة القديمة الأزلية سبحانه وتعالى فكان من هذه الأيام وهذه الشهور المباركة شهر شعبان وما فيه من أيام خصوصا ليلة النصف منه فشهر شعبان شهر مبارك عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني والإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان ترفع فيه الأعمال وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم وهذا حديث صحيح وكثير من الأحاديث التي سنأتي عليها التي تتعلق بهذا